مساء الخير عملان الكرام مساء الخير على احلى مشاهدين مشتركين في كناة على ملاكزة الكعربائية والنهاردة رجعنا لكم بفيديو جديد ورفيو جديد والفيديو بتاع النهاردة جايبين تلاجة اه ديجيتال من بيكون وفروست التسعة تشر ادم لون فضي اتنين باب اه بشاشة وحنفية من الخارج هنتكلم عن اهم وصفاتها وميازاتها وامكانياتها والخصم اللي معمول عليها حاليا في عرض بي تيك بس خلينا الاول اشكر كل الناس اللي ابتدامنا في القناة باشتراك او تعليق او لايك وبقول للناس اللي لسه اول مرة تشوف فيديو بتاع النهاردة انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس وما تنسوش يا جماعة اللايقات ادومونا باللايقات واللي محتاج اي سؤال يسيب لتعليق تحته انا هرد على كل الناس دي الشاشة بتاعتها طيب احنا اتفقنا ان التلاجة دي ديجيتال نوفروست تسعتاشر ادم فضي اه موديل التلاجة ده اه دي ان مية وستين ميتين دي اكس تمام التلاجة دي اه اتنين باب اه تلاجة وفليزر هنتكلم عن التكنولوجيا بتاعتها والخاصيص بتاعتها طيب اه البرند بتاعها اسم بيكو او اسم الشركة بتاعتها بيكو اه تلاجة جميلة جدا اه النوع بتاعها غير مدمج مستقل اه نظام التبريد بتاعها نوفروست فيها خاصية الانظار عند ترك الباب مفتوح فيها اضاء اضاء جيدة اه السعر السعب بتاعتها اه باللتر خمسمية خمسة وخمسين لتر لون فضي طيب نظام اه التبريد بتاعها ونظام النوفروست بتاعها فيها خصائص كتير اول خاصية فيها فلتر الرواح النشطة طيب ايه وظيفة الفلتر الرواح النشطة ده يا جماعة الفلتر ده بيعمل على تكنية الهوى البارد داخل التلاجة وده مهم جدا واحنا بنشرح الامكانيات هنتفرج على التلاجة وهنوركو كل حاجة في التلاجة من الداخل كمان فيها خاصية التجميد السريع الخاصية التجميد السريع ده بتقلل الوقت المستغرق في عملية التجميد وبتقوم بتكوين بلورات المايكرو كريستال للحفاظ على جزئيات الطعام طبعية تمام ودي مهم جدا مش هتلاقيها في التلاجات العالية اه مش هتلاقيها في انواع كتير الميزة دي حلوة جدا كمان متزودة بحنفية او مبردة مية من خارج الباب اللي هي ديت من الخارج اه بتضغط اه ضغطة واحدة هتقدر تحصل على مية اجزائية باردة من المبرد المزود بالتلاجة في باب التلاجة وتقريبا ده حجمه بيكون اتنين لتر او تلاتة لتر فانا شايفه اه ميزة كويسة جدا وعملية جدا كمان فيها علبة للتلج كمان بتقدر تعمل فيها مكعبات تلج فاي وقت انت بتحتاجه علشان كده تقدر تستمتع بمساحة اكبر في الفريزر فبكل سهولة اه وبتاخد منها تلج كد ما انت عايز كمان مقبض الباب بتاعها مغطاة بطبقة مضادة للبكتيريا وده لازم ناخد بالنا منها جماع برضو مش هتلاقيها فمدلات تانية اه مقبض الباب مغطاة بطبقة خاصة مضادة للبكتيريا عشان تضمن ان الاكسر الاجزاء اللي بيتم التعامل معها في التلاجة خلية من البكتيريا ودي ميزة اه مهمة جدا برضو مش هتلاقيها فبرندات عالية واسعار اعلى من ديت مش هتلاقي فيها الحاجة دي كمان فيها ارفف قبلة للضبط الارفف بتاعتها بتتميز بالمرونة لانك تقدر تعدل مستوى الارفف زي ما بتحب لفو لتحت كمان اه اه وبكده بتكون مفيدة جدا عند تجزين الاوان الكبيرة او الطعام لفترات طويلة كمان اه التصميم يعمل بهدوء كمان فيها هدوء جامد تعمل التلاجة باقل مستوى ضوضاء يعني هتكون مسالية ومناسبة لاي مكان توضع فيه التلاجة او تحط فيه التلاجة ازا كانت في المطبخ او في الغرفة النوم او في الصالة فبالتالي دي من اهم مميزات التلاجة ودي ميزة جميلة جدا طيب الضمان بتاعها جماعة خمس السنوات الماركة بيكو تلاجة فليزر علوي عندنا اه التسعتاشر ادم اتنين باب بالساعة بالليتر خمسمية خمسة وخمسين لتر لون فضي مستوى الضجيج في الدسبيل اه تلاتة واربعين ساعة الفليزر بالليتر مية تسعة وتلاتين لتر وسعرها عام التسعتاشر الف ربعمية تسعة وتسعين وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي محتاج اي سؤال يسيب لنا تعليق تحته السلام على احلى مشاهدين